السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نتبع فيها آخر الأحكام القضائية الإقافات اللي تمت في الساعات القليلة الماضية بشأن سياسيين بشأن نواب في البرلمان المجمد كذلك عدة شخصيات أخرى قضايا خطيرة جدا تهم مرعبة أحكام قضائية قاسية جدا صدرت في حق عدد من المسؤولين اليوم نبدأ بالقضية الأولى اللي هي تعود إلى قضية تحرش بالنسبة لأحد نواب مجلس نواب شعب هذا اللي أكده عصام لخميري ناطق باسم المحكمة الابتدائية في ولاية نابل وأكد في تصريحات أعلامية أنه فم حكم قضائي اصدر في ساعة متأخرى من البرح في الليل يقضي هذا الحكم بسنة سجن معنا فيذ العاجل على خلفية إيدانة النائب المجمد عن قلب تونس زهير مخلوف بتهمتي التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياة المرفوعة ضده من قبل تلميذة اللي ما يعرفش زهير مخلوف هو زهير مخلوف كان على خلف كبير برشا مع سهين بن سدرين كان يخدم في هيئة الحقيقة والكرامة ثم بعد برز اسمه أكثر يمكن برشا عبادة ما كانتش تعرفوا ولكن ظهر اسمه أكثر بعد الخلافة اللي صار مع سهين بن سدرين تبادلوا الاتهامات وظهر في وسائل الإعلام فجأة تنم بعد من اللي كان معناها عفوا من اللي كان مخلوف يعني زهير مخلوف مع يعني مجرد اسم ولا عنده يعني برشا وقع وبعد فجأة تحول إلى حزب قلب تونس مع نبيل القروي في الانتخابات اللي فاتت شنو أجيب هذا لهذا أكيد تعرفوا الحسابات الانتخابية والحسابات السياسية اللي تنجم تبدل وحتى رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكد في تصريحات سابقة انهم يتلومنوا اليوم بموقف غدوة بموقف النجم يبدل موقف امتاعه من هذي واللي معاه غدوة اليوم معاه واللي غدوة ضده هذا اللي صار المحكمة أو الكلمة الفصل وكلمة القضاء التونسي هي سنسجن مع النفاذ العاجل بعد الشيكية اللي تقدمت بها الطفلة في الكرابة قاعد يقوم بأفعال تنفي الأخلاق وكان فما عدت حركات نسوية صارت ضد زهير مخلوف هو انفاذ تهم موجودة لي وقال لي لأسباب صحية معناها عمل حاجة خائبة في الكرابة بمتاعه ولكن القضاء اليوم تحرر خلينا نقوله في عهد رئيس اللاجمهورية قيس سعيد خاصة بعد تجميد البرلمان بعد أيضا يعني بعد رفع الحصانة على النواب بتحرك القضاء واليوم نلقاه في أحكام تصدر ضد نواب في البرلمان سياسيين حقوقيين إلى غير ذلك اللي عمل حاجة يخلص الحكم هذا هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف ثم التعقيب يعني هذا مجرد حكم ابتدائي ما زلنا ما نعرفوش قرار زهير مخلوف اسكبش يمشي نحو الاستئناف أم لا إلى حد الآن يعني ما زلنا في متابعة لهذه التفاصيل خلينا نحكيو على عفوا على حكم آخر صدر ضد شخصية عامة نحكيو على تسعة سنوات سجن ما عنا في ذا العاجل شو معناه أنا في ذا العاجل هو معناه يلزم يشدوه ويحطوه في الحبس دونك صدر في حقه تسعة سنين حبس ما عنا في ذا العاجل ديركتم يشدوه يدخل إلى السجن اللي هو نحكيو عليه الهنتيتي اللي ما يعرفوش وهذا محمد الهنتيتي كان صادر في حقه يعني حكم سابق ودائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بأريانا أصدرت حكم اعتراضي وقضى هذا الحكم بتأييد ثلاثة أحكام غيابية بسجن محمد الهنتيتي وهذه ثلاثة أحكام هذوما فيهم تسعة سنوات سجن مع النفاذ العاجل طبعا دائرة الشيكات بمحكمة أريانا كانت معناها تابعت ثلاثة قضايا سكوك دون رسيد منشورة ضد الهنتيتي وقضت غيابيا بسجنه مدة خمسة أعوام عامين في القضية الأخرى وعامين في قضية ثلاثة على كل شيك من الشيكات الثلاثة اللي المجموعة متاحهم يوليوا تسعة سنوات سجن خليني نقول اللي الهنتيتي بعد الأحكام الغيابية الأولى كان يعني أعترض عليها وحضر جلسة اعتراضية وتلبط التأخير وبعد ما خرجت الأخبار هذه في وسائل الأعلام خرج الهنتيتي في فيديو مباشر على الفيسبوك وقال اللي فما عدت وسائل الأعلام أوردت الخبر هذا ولكن ما هو صحيح باتاة على حد تعبيره نمشي إلى عدة يعني تحركات أخرى يعني اليوم نحكي على تحركات جديدة ضد بعض الرجال الأعمال نلقاه قاضي التحقيق بالقطب القضاء المالي تولى يوم الخميس استنتقر رجل الأعمال والرئيس السابق لفريق الملعب التونسي جلال بن عيسى بخصوص قضية تحقيقية منشورة لدى القطب المالي تعلقت بحصول شركة تابعة لبن عيسى على قروض من بنك عمومي يشتبه في أن أسنة تلك القروض كان من غير احترام الترتيب المتعلقة بالفوائض والضمن نحكي أيضا على يعني برشة ردود فعل جيت ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة أنه تم تحريك قضية ضد شكري بالأحسن الوزير البيئة الأسبق والنائب المجمد عضويته محمد صالح على ذمة قضية تهريب وتم التحفظ على أموال وزير البيئة الأسبق شكري بالأحسن تحفظ على أموال والقضية اليوم ماجيريا سيف الدين مخلوف صدرت في حقه قرار قضائي آخر اللي هو القرار القضائي هذا يعني إداع بالسجن الجديد تووليت عنده ثلاثة أحكام إداع بالسجن سيف الدين مخلوف بعد ما كانه زوز آكهو نلقاه أيضا عدة تحركات خليني يقول اللي الأحكام هذه يعني خوفت برشة خصوم رئيسة الجمهورية حركة النهضة أتلف الكرامة عدة أطرف أخرى خلت رفيق عبد السلام يكتب يعني برشة تدوينة شفناهم في صفوف النهضة وأتلف الكرامة وخصوم رئيسة الجمهورية ولكن خليني يقول اللي أبرز رفيق عبد السلام اللي قال العنوان الأبرز للديكتاتورية الجديدة والبازغة في تونس هو استخدام القضاء العسكري لضرب الخصوم السياسيين بعد اختطاف كل السلطات على طريقة قطاع الترق لا أحد في العالم اليوم يصدق وجود الحد الأدنى من الحرية والديمقراطية في تونس مع توالي المحاكمات العسكرية بما لا نظير له في تاريخ تونس الحديث الإنقلب الذي وعد التونسيين بمقايضة الحرية بالتنمية بحجة فشل الحكومات السابقة هو اليوم يتجه إلى مصادرة الحرية مع غيب التنمية وإفلاس الدولة يقول عبد السلام صحيح أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لم تكن على من يرام قبل 25 جول لأسباب كثيرة ولكن الإنقلاب زادها تفقما وتعقيدا وإذا صح أننا فعلا كنا نقف على شفاء جرف هار فقيسس عيد دفع التونسيين إلى أعماق الجرف الناس يستفقون يوما بعد يوم بأن الوعود الخلابة التي باعهم إياها قيسس عيد هي بضاعة فاسدة مغلفة ولكنها مغلقة بشعارات مضللة وهذا يعني في نهاية المطاف التداوي بالتي كانت هي أدائجي هذا زاد في ظل دعوات محمد عبو إلى إطاحة قيسس عيد أو إسقاط قيسس عيد من الحكم مهما كانت الطرق سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية يعني بالانقلاب على قيسس عيد ترجمة نانسي قنقر